احنا أملنا أنه كما وقع على التعديل الأخير سحب رخصة سياقة والغاء سحب رخصة سياقة وتغييره بالنظام الجديد هو الغارمة الجوزيفية زيادة في الغارمة الجوزيفية إضافة إلى سحب النقاط يعني الغارمة الجوزيفية طبقت زيادة أما المشروع تحسعب النقاط بنظام رخصة سياقة من زال ما تطبقش يعني راني سنة وفي فارغ صبل وهذا يساهم في صفاة كبيرة أنه ينقص حواث مرر أما بالنسبة للغارمة الجوزيفية يعني زادت من تهور السائقين وكان خار ولا ما يخافش ولا ما يخافش كان مقبل خلص 2000 دينار جزائري ويديه رخصة سياقة مدتع شهرين حتى 6 شهر حاليا وليه خلص 5000 دينار جزائري وصور رخصة سياقة يعني يجيبها يجيبها في لحظتها هنا نطح تساؤلات هنا رح ندقو نغوص خطر يا إما نرجع للقانون القديم اللي هو سحب الفوري للقصة السياقة مع المساة بعدها مقدرة للقصة السياقة وإما يتطوروا في القانون يعني يا إما يزيدوا في الغارمة الجوزيفية يعني بشكل الناس تخاف إذا كان المخالفة ب5000 دينار جزائري أنا ماذا بيتولي المخالفة بـ 20 ألف دينار جزائري بـ 50 ألف دينار جزائري باش هذا الإنسان ليكون ما بأني ظلم ليكون إنسان شهار ولا إنسان صفغير دينار جزائري يخمّم باللي شهرية وطرح تروح لقانيدة الغلطة شهرية وطرح في غارة واحدة يعني سياة نعم سياة الترهيب والتعجيز نحن نعجزوا نحن نعجزوا نحن نعجزوا للسيق باش ما يتهورش